الأستاذ زيدان موظف حكومي في الخمسين من عمره متزوج وله ثلاثة أبناء أصيب ابنه الأكبر بمرض في معيدته لم يعرف له الأطباء علاجة واعتمدوا على المسكنات التي كانت تكلف زيدان مبلغا كبيرا خاصة وأنه لا دخل له سوى راتبه وكان ما يحزنه عدم شعور أحن به من زملائه في العمل خاصة وأنه يوميا يحكي لهم تأخر حالة ابنه الصحية وكثرة ديونه وبدلا من مساعدتهم له كان أحدهم يتفاخر بعماله الخارجي وأرباحه وآخر يتباهى بما ورثته زوجته وانتقاله لسكن فاخر أو شراء سيارة جديدة كان لا يشعر بزيدان سوى ساعي المصلحة التي يعمل بها حيث أنه في مثل عمره ولكنه كان فقيرا أيضا لا يستطيع مساعدته ماديا وفي أحد الأيام وأثناء أذان الظهر توضأ أحد الموظفين ونسي ساعته وبعد الصلاة ذهب إلى مكان الوضوء فلم يجدها فأعلن هذا الموظف عن السرقة وأخذ الموظفون ينظرون إلى بعضهم البعض في ذهول وبعد إفاقتهم من الصدمة شكل جميع في الساعي وركزوا عيونهم عليه وقد أنكر الساعي اتهامهم بنظرات عينيه الحزينة لهم وحز في نفسه أن يتهم بالسرقة بعد خدمة ثلاثين سنة لم يفقد خلالها من هذا المكتب ورقة واحدة وظل الساعي يفكر ويبحث في كل مكان حتى وجد الساعة مصادفة عند تاجر يشتري مثل هذه الأشياء ففارح واستردها منه بعد أن أربح التاجر مبلغا صغيرا وظل وراء التاجر حتى علم منه أوصاف الرجل الذي باع له الساعة انطبقت الأوصاف على الأستاذ زيدان فتألم الساعي وكتم الخبر وفي الصباح أعاد الساعي الساعة لصاحبها وهو يعلم أنه بعمله هذا قد ثبت التهمة على نفسه ولكنه أحس بالراحة لإزاحته غمامة خيمت على المكتب وبعد ساعة دخل زيدان المكتب وهو يبكي ويقول هامسا دخل ولدي غرفة العناية الفائقة بعد أن دخل جوفه الدواء الحرام سامحوني أنا مسكين وضعفت أستغفر الله وأتوب إليه تلفت الموظفون إليه ولم يفهموا شيئا بينما كان الساعي يعرف كل حرف ولكنه ظل صامتا ولم يشأ أن يكشف السر فيصوب خنجرا داميا إلى قلب زيدان بل صوب الخنجر في قلب الموظفين وقال لهم تعرفون بمرض ابن الأستاذ زيدان منذ شهور ماذا قدمتم له ماذا رأى منكم سوى التباهي بأموالكم لو مات ابنه سنكون جميعا شركاء في موته لأننا لم نساعده عملا بقول النبي من يسر على معصر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة تأثر الجميع بكلام الساعي وتعاهدوا فيما بينهم بالتكفل بعلاج ابن زيدان حتى يشفيه الله والوقوف بجانب أسرته حتى يستقر حالها والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم رجل أعمال ثري ورغم أمواله وأملاكه كان لا يتصدق على فقير عكس زوجته وأبنائه حيث كانوا يتصدقون ويعطفون على الفقراء والمحتاجين دون أن يعلم الأب ولكن ابنته الكبرى والتي تعمل سكرتيرة له صارحته ببخله وخطأه وحذرته بالعاقبة في الدنيا والآخرة إن لم يشعر بالفقراء وذكرته بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا فاستمع إليها واكتفى بالصمت وفي إحدى ليالي الشتاء الباردة أعطت الإبنة أمرا لمحاسب شركة والدها بشراء عدد من البطاطين والملابس الشتوية لتوزيعها على أسر فقيرة تعرفها وأيضا تخصيص مبلغ مالي لإعطائه بعض المحتاجين وقبل تنفيذ الأمر فوجئت بوالدها يرفض مطالبها متعللا بالخسارات المتكررة في الوقت الأخير وتعرضه لأزمات مالية كثيرة فغضبت الإبنة وحزنت وفي طريقها إلى البيت مع أبيها داخل سيارته انفجرت بالبكاء وقالت لأبيها يا أبي أنا أرافقك في البيت والعمل وربما في كل مكان وأشعر دائما بما أنت فيه من هم وقلق ومرض وخوف من المنافسين وشك في الأصدقاء وحزن بسبب خسائر صفقات كنت تتوقع لها الربح أنت لا تهدأ ولا تشعر بسعادة أبدا ولك أكثر من طبيب وتعيش بالمهدئات والأدوية كل هذا يا أبي بسبب ابتعادك عن الله وتحيولك على أوامره وعدم إخراج الزكاة أموالك وأرباحك من قبل انظر إلي وإلى أمي وإخوتي دائما في سعادة وليس لنا هم إلا أنت عد إلى الله واهتم بالصلاة والزكاة وفوض الأمر كله لله وسيبعد عنك بقدرته كل الوساوس وكل شر استمع الأب لابنته ولم ينطق بكلمة ولحظت الإبنة تساقط الدموع من عينيه فشعرت بأنها قست عليه وعند وصولهما للبيت فوجئت الإبنة بوالدها يعتذر لها ويعيدها بأنه سيتصدق ويهتم بكل محتاج ثم ذهب وتوضأ وصلى وقضى الليلة يستغفر ويدعو الله أن يعفو عنه وفي الصباح نادى على ابنته وقال لها في سعادة لقد قرأت اليوم حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم سأعمل به دائما إن أردت أن يرين قلبك فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم ثم ذهب الأب إلى أكثر من أرملة وتكفل بالإنفاق على أبنائهن وبعد أشهر قليلة وجد ماله يتزايد وعوض كل الخسائر الماضية كما شفاه الله من الأمراض التي أصابته وأزاح عنه همومه وأحزانه وقلقه المستمر ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إن ما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون اتفق الأب مع سائق سيارة صغيرة لا تتسع لأكثر من ثلاثة ركاب على أن يقوم بتوصيل أولاده الثلاثة إلى المدرسة ويعود بهم إلى بيتهم بعد خروجهم من المدرسة مقابل أجر كبير كان السائق في أمس الحاجة إليه خاصة بعد أن تم فصله من العمل بسبب جلوسه مع زوجته المريضة مدة طويلة حتى توفيت وبعد عدة أيام سأل الأب أولاده الثلاثة إن كانوا سعداء مع السائق أم غير ذلك فأخبره الإبن الأكبر أن موعيد السائق منضبطة تماما في الذهاب والعودة ولكنه يأتي بابنه الذي يبلغ من العمر ثلاث سنوات ليركم مع أولاده فقال الأب نعطي للسائق فرصة فربما حدث له ظرف جعله يأتي بابنه ليججس معكم وبعد فترة سأل الأب أولاده إن كان السائق ما زال يأتي بابنه أم لا فعرف أن ابنه موجود معهم دائما فقرر اللقاء مع السائق والحديث معه وفي صباح أحد الأيام تأخر الأب عن الذهاب إلى عمله والتقى بالسائق ورحب به وشكره على حسن تعامله مع ابنائه ثم سأله إن كان يستطيع أن يأتي بتلميذ آخر ليركب معهم فتعجب السائق وقال للأب تلميذ آخر بالتأكيد تقصد ابن الصغير هو عمره ثلاث سنوات وفي غاية التعلق بي بعد وفاة أمه منذ عام والحجرة التي أسكن بها غير محكمة الإغلاق وأخشى أن أتركه بمفرده فيصاب بمكروه هل ضايق ابن أولادك؟ ابتسم الأب وتذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم وقال للسائق بالطبع لم يضايقهم بل بالعكس فهم يحبونه كثيرا وقد اشتروا له ملابس ولعبا كثيرة كهدية وأحببت أن أعرف منك ابن من هو كي توصل له الهدايا وما دام ابنك فعند عوداتك تأخذ له الهدايا فرح السائق وشكر الله كثيرا ودعا للأب بالتوفيق ثم ذهب بالأبناء إلى المدرسة في هذا الوقت أوصل أب زوجته بشراء ملابس كثيرة ولعب كثيرة لابن السائق ثم ودعها وذهب إلى عمله وهناك وجد رئيسه يخبره بترقيته لمنصب أفضل فحمد الله لأنه كان ينتظر ترقيته طويلة وكان هذا الأمر يؤلمه كثيرا وفرح أكثر لعلمه أن الله جعل دعوة السائق له سببا في ترقيته واتصل بزوجته لتخبر السائق عند عودته بالأولاد من المدرسة أن راتبه الشهري تضاعف ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر